اشتركوا في القناة وهي دعوة لا يعلم المراد بها ولا دوافعها ولا من خلفها ولا سبب توقيت اعلانها الان ولا يعلم لماذا كانت الامارات مكانها وليس فيها اي رمزية دينية ولا حضارية كل ما يروج له اتباعها انها دعوة لنشر التسامح بين اتباع الديانات ليس الا الذين عليهم ان يطرحوا جميعا خلف ظهورهم ذلك العذاء الذي افنى اجيالهم على بادار التاريخ كله فما حقيقة هذه الدعوة وما اهدافها ولماذا في الامارات بالذات وما وجه مناقضتها للدين الاسلامي ولماذا توالى رفضها حتى من اتباع الديانات الاخرى غير الاسلام وما واجب العلماء والامة والاعلام تجاهها هذه الاسئلة وغيرها يسرنا ان نطرحها على ضيفنا فضيلة الشيخ بن حنفي العابدين الداعية والفقيه والعالم الجزائري مرحب بكم شيخنا الكريم مرحبا بارك الله فيكم اهلا وسهلا ونشكر لكم تلبيتكم دعوتنا شيخنا جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل اول ما ينبغي ان نبدأ به في الحقيقة وهو هذه الدعوة للدين الابراهيمي او بيت الدعوة الابراهيمية او يعني ما هي حقيقة الدين الابراهيمي هل كما يروج الاتباع هي التركيز على المشترك بين الديانات والتغاضي عن ما يمكن ان يسبب نزاعا وقتالا بين الشعوب ام هي بالفعل سيكون دينا هجينا في طقوسه بين الديان التلاتة فضلوا شيخنا الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبعه ذا اما بعد فان ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن والخل منزلة اعظم من المحبة قد قال الله تعالى عنه ومن احسن دينا مما نسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا وابراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى ذريته في سورة الأنعام في قول الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات التي ذكر فيها هذا العدد الكثير من أنبياء الله ورسوله الذين يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام والديانة الإبراهيمية هذه التي يتحدث عنها اليوم هي باطل مغلف بشبه وبأمور قد يجهلها بعض المسلمين فالديانة الإبراهيمية أصلها إسلام الوجه لله وأصلها الإسلام الذي هو الخضوع لله سبحانه وتعالى وتوحيده وأريد أن أقول في هذا الصدد إن جماع وأعظم ما جاء به الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به فهذا قدر مشترك بين جميع الأنبياء كما قال الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلِهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقالت سبحانه وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ هذا إذن هو أعظم ما جاء به الأنبياء ولكن مما يلفت الانتباه ومما يسترعي النظر أن الله سبحانه وتعالى لم ينفي الإشراك عن نبي من الأنبياء مع أن الأنبياء هم سادة الموحدين لم ينفي الله تعالى عن نبي من الأنبياء الإشراك بالله كما نفاه في كتابه عن إبراهيم وسبب ذلك والله أعلم هو أن كل من اليهود ومن النصارى وهم أهل كتاب كما هو معلوم بالإضافة إلى مشرك العرب كل منهم كان يدعي أنه يتبع إبراهيم وعلى ملة إبراهيم فأكذبهم الله تبارك وتعالى بهذا الذي كاثور وصف إبراهيم به ونفيه عنه حتى إنه عندما بيّن له الموضع الذي يبني به فيه الكعبة قال وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا في خواتيم صورة النحل وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين ثم قال وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فمن تتبع آيات القرآن العظيم وجد فيها هذا الكم الهائل وجد فيها هذا الكم الهائل من سياقات التي نفى الله تبارك وتعالى عنها فيها عن إبراهيم الإشراك بالله وهذا للرد على الزاعمين بأنهم على ملة إبراهيم وقال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وخاطب أهل الكتاب بقوله يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون فهذه حجة تاريخية دمغ الله تبارك وتعالى بها الكذبة من الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وإذن فهذا كله تمويه وخلط وتلبيس على المسلمين بالزعم بهذه الديانة الإبراهيمية فالديانة الإبراهيمية حقيقتها ثابتة في كتاب الله ولكن هذا الذي يزعم ويراد لها هو باطل محظ لا شك فيه نعم أجزاكم الله خيراً هو سؤال حقيقي كبير يطرح نفسه الآن الدولة التي أعلن فيها عن هذا الدين الإبراهيم هي الإمارات والإمارات كما هو في كريم علمكم نحن نتكلم عن الإمارات الحالية ليس فيها أي رمزية دينية أو حضارية لو كانت في بلاد مصر أو الشام أو العراق أو غيرها مما لها أو فلسطين على الأقل فيها رموز دينية وحضارية لكن الإمارات لماذا الإمارات بدات شيخنا برأيك؟ أريد أن أعلق على كلمة وردت في السؤال السابق نعم ثم أنتقل إلى هذا السؤال وهو أن هناك ذكر يعني ما المراد من هذا الذي ظهر ما المراد منه هل المراد منه مثلاً التغاضي عن الحزازات التي بين الديانات مثلاً يعني إذا كان هذا هو المراد يعني من المعلوم أن العالم كله اليوم في معاهدة أليس الأمر كذلك؟ بلى الأمر كذلك العالم اليوم كله في معاهدة وإن كانت هذه المعاهدة التي هي معاهدة الأمن بين الدول وعدم الاعتداء في الحقيقة هذا الأمر إنما يعني يخضع له الضعفاء من الدول بخلاف الدول القوية فإنها عندما تريد أن تضرب وعندما تريد أن تهاجم وتهدم وتدمر تفعل ذلك كما حصل في الكثير من الدول وكما يحصل كما حصل في أفغانستان وكما حصل في العراق وكما يحصل في فلسطين منذ عقود فإذن لا يراد من هذا المصطلح العجيب الغريب أن تتوادع الدول الدول لست في حروب ومن أراد أن يعقيد مع دولة أخرى عقداً سياسياً أو اتصالاً دبلوماسياً إن لم يكن في ذلك الاتصال تفريط في أرض المسلمين فليفعل إذن لا يراد هذا غير مراد من هذا المصطلح الذي ظهر وهو الديانة الإبراهيمية بل المراد تميع الدين والتلبيس على المسلمين والمراد منه أيضاً التمدد تمدد هذه الدولة المحاصرة في هذا الوسط المناوي لها المراد منه أن يشفع هذا الاعتراف السياسي الدبلوماسي باعتراف آخر ديني يتغلغل فيه هذا العنصر الغريب عن هذه المنطقة في هذا المحيط لأن هذا العنصر الغريب عن المنطقة يعلم بأن دعم الدول الغربية له هذا دعم مؤقت قد لا يستمر فيريد أن تكون قوته يعتمد في قوته هذه على التأقلم مع محيطه والتواؤم معه والتبكين لمصالحه أما إذا ذهبنا إلى سؤالك الثاني وهو المتعلق بالدولة التي ظهر فيها هذا فهذا يربط بهذا المسمى بالتطبيع فقد سبق هذا التطبيع الظالم الذي نتج عنه التفريط في أرض المسلمين وفي جهادهم وربما بعض الناس كانوا يتوقعون من هذا التطبيع أن يكون مشروطا مثلا بأقل الاعترافات وهو إقامة هذه الدولة وكما يدندن له ويكرر وهو حل إقامة الدولتين هذا الحل الذي تردده دولة أمريكا ولكنها لا تفعل شيئا وأحسبه الله أعلم أنه مجرد تميع إذن فهذا البيت الإبراهيمي أو الدينا الإبراهيمي في الحقيقة تلتقي مع هذا التطبيع ولا شك أن بعض دول المنطقة كانوا من السباقين إلى هذا التطبيع فاجتمع هذا الأمران الجانب الدمليوماسي السياسي والجانب الشرعي الديني ولا شك أن هذا باطل الأول باطل لأنه تفريط في أرض المسلمين والثاني باطل لأنه تفريط وتميع لدين المسلمين دعم هذا سؤال لك شيخنا وكلهما شر ولكن هذا الأخير أعظم شر هذا سؤال لك التالي شيخنا الكريم يعني من المنظور الإسلامي لماذا هذه الدعوة أو هذا الدين مرفوض لدى المسلمين علمائهم وعامتهم لماذا هو بدعة أو ربما حتى كفر ما أنزل الله به من سلطان لو نوضح هذا لأساد المشاهدين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حقائق الدين عندنا مرتبة في منازل ثلاثة نعم الأول هو الذي يعرفه العلماء بأنه المعلوم من الدين بالضرورة سواء أكان جانبا عقديا أو جانبا عمليا نعم وهناك دونه المشهورات ودونه الأمور الخافيات نعم أما المعلوم من الدين بالضرورة فإن من أنكره من المسلمين فقد خرج من ضائرة الإسلام وموالاة المشركين أو السعي في إعطاء صبغة شرعية لدين غير الإسلام مجرد السعي في هذا يعتبر مخالفا لإجماع المسلمين لأن هذا صريح القرآن وهو أن هذه الديانات الموجودة الآن محرفة مبدلة وقد نسخها الشرع ولا يخالف في ذلك مسلم من المسلمين قال الله تبارك وتعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ رسالة الإسلام رسالة خاتمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه ومن المتقرر عند أهل السنة بل وعند غيرهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فمن زعم بأن هذه ديانات صحيحة فقد كفر والله من زعم أن دين غير الإسلام صحيح فقد كفر نحن نعلم بأن في كتب هذه الديانات بعض الحق في كتب هذه الديانات بعض الحق ولكنها محرفة من الأساس وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير هذه الديانات لم يدونها أصحابها إلا بعد قرون من وفاة أنبيائهم والقاعدة عندنا نحن المسلمين بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفنا من هذه الديانات فما كان فيها من حق ووافق عليه كتاب الله وسنة نبيه فهو حق وما رده كتاب الله وسنة نبيه فهو كذب وما سكت عنه سكتنا عنه كيف يقال بأن هذه الديانات وربنا عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كيف يقال بأن هذه الديانة وقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كيف تكون الديانة اليهودية ديانة صحيحة تلتقي مع الإسلام واليهود يكفرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكفرون بعيسى ويقولون في أمه عليه السلام قولا طبيحا شنيعا إذن هذا كله تلبيس على المسلمين فمن اعتقد أن دينا غير الإسلام هو اليوم صحيح فقد خارج من الإسلام بإجماع المسلمين بعض الناس يقولون بأننا لا نريد ليس هذا قصدنا وقد استمعت إلى بعض المتحذلقين الكذبة والله في هذه المناطق يقول بأننا لا نقول الدين أو شيء من هذا وإنما هي المحبة لا يجوز لمسلمين أن يحب غير المسلمين لأجل دينه إذا أحب زوجته النصرانية وقلنا بجواز التزوج بالنصرانية أو اليهودي أو غيرها لا بس يحب ولده يحب ابنه إذا كان ابنه غير مسلمين يهوديا أو نصرانيا يحب أخاه أما أن يحبه لدينه فهذا كفر وردة يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه إذا خفت منهم إذا خفت منهم والظاهر والله أعلم أن هؤلاء يخافون أن تسلب منهم كراسيهم ووالله لأن تسلب منهم كراسيهم خير لهم أن يقعوا في هذا لأنهم إذا فقدوا كراسيهم فقد فقدوا شيئا من متاع الدنيا الزائل أما إن فقدوا دينهم فهم حطبوا جهنم هم لها واردون نعم شيخنا الكريم الله أعلم بارك الله فيكم يعني بارك الله فيكم بيوتكم لكن دعني أعرض عليك بعض ما يقول مصوق هذه الديانة يعني حتى نرد عليها يقول تكررت في القرآن الكريم الدعوة لهذه الأمة و لرسولها أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا و أن يختدوا به و بمن معه كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين يقول ما الضير و نحن ندعو إلى هذه الديانة ما الضير أن يتبع المسلمون دين إبراهيم رأسا و يلتق مع أبناء عمومتهم من اليهود و النصارى و يطرح جميعا خلف ظهورهم ذلك العداء الذي أفناهم أو أفنا أجيالهم على مدار تاريخ كله هكذا يقول الشيخ خلم ما الرد على باتهاد الزعم أما الرد على اتباع ملة إبراهيم فاتباع ملة إبراهيم في توحيد الله في إفراد الله بالعبادة في عدم الإشراك به في إسلام الوجه له كل الأنبياء يلتقون على هذا القدر و إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو قدوة للناس و قد قال الله تعالى لقد كان في إبراهيم والذين معه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء فجعل الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم قدوة واستثناء منه هذا الموقف فقط إذن اتباع ملة إبراهيم اتباع ملة إبراهيم العنبياء كلهم أم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم لكن شريعته تختلف عنهم قال الله تعالى في سياق الكلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام و من ذكر معه من ذريته قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لكن من المعلوم أن رسالة الإسلام ناسخة للرسالات هي الرسالة المهيمين و أنزلناه للكتاب بالحق مصدقا لما بين يده من الكتاب و مهيمين عليه أما هذا التسامح الذي يتحدث عنه الناس هذا التسامح هو موجود من حمل سلاحا على واحد من الديانات الأخرى بغير حق أين هذا العدوان الموجود على هذه الديانات نحن الذين علينا عدوان نحن المهاجمون في ديارنا نحن الذين نهجر من ديارنا في فلسطين و في غيرها و في بعض الدول في آسيا و غيرها إذن الأمر نحن الذين نحن الضحية فأي شيء يريدون أن يدفعوه عن أنفسهم بهذا التقارب المزعومي و هذه الديانة الإبراهيمية المزعومة فكل هذا أكاذيب و إفك نحن التسامح في الإسلام أصل لكن التسامح ليس في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم اللهم رأى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى نحن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ولا يجري منكم شنآنقوا من على أن لا تعدلوا عشر آيات من صورة النساء نزلت في يهودي اتهم بالسارقة مع أنه لم يكن سارقا لفق له السارقة بعض المنافقين في المدينة فأنزل الله عشر آيات من صورة النساء في ذلك في قصة بني أبيرق والحديث في سنن الترمذي في جامع الترمذي رحمه الله تعالى إنا أنزلنا إلي الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة إلى آخره فهذا الشيء وهذا الشيء تسامح ليكنوا في العقائد العقائد أمرها خطير كل هذا تمويه وأكاذيب والله نعم طيب شيخنا الكريم في شهر الماضي في فبراير عقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء المسلمين ورابطة المغرب العربي مؤتمرا عنوانه موقف الأمة السمية من الديانة الإبراهيمية وصدر بيان منهم جزاهم الله خيرا برفضه جملة وتفصيلا بداية نريد أن أسألك عن كيف رأيت هذا التحرك العلماء من علماء المسلمين تجاه هذه الديانة الإبراهيمية المزعومة والله يا أخي يجب على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا ولا يجوز لهم يستنكر أعظم الاستنكار أن يسكت العالم عن الحق لمجرد أن ينال حظوه أو منزله على الإنسان على العالم بالذات أن يضع نصب عينيه أن الله سائله عما عنده من العلم نعم عليه أن يلجأ إلى الرفق وإلى القول الحسن ولكن لا يجوز له بحال أن يكتم وإذا خذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار ومسؤولية العلماء عظيمة مسؤولية العلماء عظيمة وإن كان مع الأسف الشديد هذا الأمر الذي حصل فيه هذا الكلام من بدهيات الدين من بدهيات الدين من الأمور التي لا يختلف فيها والله من الأمور التي لا يختلف فيها ولكن ماذا يفعل الناس وقد لبس هؤلاء على الناس بهذه التسميات وهذه التخريجات البعيدة فبيان اتحاد علماء المسلمين أنا قرأته وصررته بمضمونه وهو حق إن شاء الله وقد أبرأوا ذمتهم بهذا الذي كتبوه نعم بارك الله فيكم شيخنا أيضا يلاحظ أن الأزهر كذلك رفض هذه الدعوة على لسانه شيخ الأزهر على الرغم من أن شيخ الأزهر نفسه أحمد الطيب زار أبو ضبي قبل حوالي أربع سنوات والتقى بالبابا فرانسيس حيث عد هذا اللقاء ربما أساس هذه الدعوة للدين الإبراهيمي وشيخ الأزهر رفض هذه الدعوة الإبراهيمية وربما حتى يعني يوحى للناس أن الأزهر يعترف بهذه الدعوة وصمي المسجد باسم شيخ الأزهر شيخ أحمد الطيب ما تعليقكم تعليقي هو أن الإنسان عليه أن يكون واضحا إن كانت هذه توبة من شيخ الأزهر الشيخ الطيب فإنه يرجى له الخير ويدعى له بالخير لكن عليه أن يصرح وأن يستنكر ولا يكتفي بالسكت إن كان قد تراجع الله أعلم بذلك اللقاء الذي حصل أولا أحيانا الإنسان يركب في باخرة ولا يعرف اتجاهها والعالم ينبغي له أن يكون حذرا من المطبات ومن الفخاخ ومما يعني يتصيد به فالعالم ينبغي أن يكون حذرا فلعله ذهب وليس عنده هذه التفاصيل التي تكشفت بالتدريج لكن مع هذا كان عليه أن يستنكر هو استنكر في حقيقة شيخنا الكريم وفي مقابلة الصحفية حقيقة أنكر هذا وقال بأن هذا غير جائس في ديننا الحقيقة استنكر وكتب عنه في الصحف نعم إذا كان قد استنكر فهذا بيّن أنه في لقائه الأول لم يكن يعرف نعم هذه التفاصيل التي كان قد أعدها أهل المكر والكيد والخداع والتلبيس فلما علم الحقيقة يعني بيّن موقفه فجزاه الله تعالى خيرا هذا يحمد له نعم لكن كان عليه أن ينكر أن يسمى مسجد باسمه لا ينبغي أن تبقى بصماته هناك ويحمل أحد هذه المباني التي يزعم أنها مواضع للعبادة أن يحمل واحد منها اسمه نعم طيب أيضا شيخنا لوحدة غياب الحقيقة بعض المجامع الفقهية والدينية عن الحديث عن هذه الدعوة على الرغم من أن كلامها سيكون له أثر في رفضها يعني بعض الناس سيتكونون هيئة كبار العلماء في السعودية يعني لم يصطر منها بيان في الوقت الحال وإن كان يعني قبل سنوات صدر بيان عن الدين الإبراهيمي لكن بعد الإعلان عن هذه الديانة الإبراهيمية لم يصطر عن مثل هذه المجامع الفقهية أي بيان بالرغم من أن بيان من هيئة كبار العلماء في السعودية يعني له تأثير إيجابي في الحقيقة في رد هذه المزاعة أنا كنت قد قرأته بيانا لعل هذا البيان قديم نعم يمكن أن يعتمد عليه ويقول بأننا على هذا والبيانة قرأت فيه تفصيلا نعم فيه استنكار لهذا الذي كان يخطط له وظهرت أولى علاماته من قبل لكن كما قلت يعني الموضوع يستدعي تجديد الاستنكار وتجديد البيان حتى وإن كان ذلك البيان قد قرأته وكان وافيا أيضا بإنكار هذا الأمر واعتباره مخالفا لإجماع المسلمين ومخالفا للحقائق التي لا يختلف فيها المسلمون ولكن التجديد مطلوب لمواكبة الأحداث وهذا لا يضير الناس شيئا الإنسان يعني ينبغي له أن يبين لأن هذا من المواضع التي يتأكد فيها هذا ولا يتسامح في شيء من هذا نعم طيب شيخنا أعود بك قبل أن أكبر معك أعود بك إلى بعض ما يقوله مروج هذه الدعوة إلى الدين الإبراهيمي يقولون بأن الإسلام يدعو للتسامح أنتم الحقيقة أشرتوا لذلك قبل قليل لكن نريد مزيد بيان يقولون بأن نحن الحقيقة لا ندعو إلى ديانة جديدة بمعنى الديانة لها طقوسها ولها عقائدها وإنما ندعو إلى بث روح التسامح بين أتباع الديانات ويقولون بأن الإسلام يدعو إلى التسامح فلماذا هذا الرفض الكبير لقد قلت من قبل أن الإنسان يتسامح فيما يملك هو من أراد أن يعطي ماله لغيره يعطيه نعم من أراد إذا ضربه أحد أن يتسامح فلا يرد عليه فليفعل أما أنه يعطي دينه يعطي غرضه فهو لا يملك الدين حتى يتسامح فيه هو يكفره يعني كيف أين التسامح هنا ثم أين الحرب القائمة بين هذه الدول التي يعني مثلا اجتمعت وقررت هذه الديانة الإبراهيمية وإقامة هذه المعابد لها يعني ما الذي يقوم بينهم هم أصلا دول يعترف بعضها ببعض وبينهم أمن وبينهم تبادل ديبلوماسي ومصالح اقتصادية وربما سنرى في المستقبل القريب انتقال هؤلاء إلى هذه الدول ليستثمروا وليسكنوا فمن الذي بينهم؟ وأين الحرب القائمة بين هذه الدول حتى يقال إنه تسامح؟ وأي تسامح أعظم من أن يجيز الإسلام للمسلم أن يتزوج النصرانية وأن يتزوج اليهودية؟ وإن كنت أرى في هذا الزمان لا ينبغي إذا لم تكن المرأة مقيمة في بلاد الإسلام لأن أولادها يتحكم فيهم الكفر أي تسامح أعظم من هذا؟ أي تسامح أعظم من أن يجيز لنشره أن نأكل ذبائحهم؟ أي تسامح أن نتصدق عليهم؟ عجيب يعني يراد من أن نتسامح أن نترك ديننا نكفر دين لا نملكه نحن الدين لله ونحن متعبدون بمراعاته واعتبار أحكامه والدفاع عنه ما استطعنا هذا هو الذي بقي بناء دينا الحياة العامة ناكبة عن الصراط المستقيم بقية العقائد يريدون أن يهاجمون فيها حتى نتخلى عنها هذا كذب نعم طيب شيخنا لوحظ كذلك أن حتى غير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى رفضوا هذا الدين في مصر على سبيل المثال رفض راعي الكنيسة القبطية هناك توادروس في بيان له رفض هذه الدعوة ورفض ما يسمى بالدعوة الدين الإبراهيمي يعني بداية ما تعليقكم على هذا الرفض حتى من أتباع الديانات الأخرى يخشى على دينه هو يخاف على دينه المحرف أما أهل الدين الحق فإنهم يتسامحون في دينهم الحق هو يخشى على دينه لا يريد أن يميع دينه المميع الباطل المردود المنسوخ بالإجماع أما أهل الإسلام أو المنسوبون للإسلام فهؤلاء يريدون أن يتسامحوا في دينهم فإذا كان أهل الباطل يخشون على باطلهم فكيف بأهل الحق ما لأسف الشديد حق له ذلك هو ناصح لبني دينه الباطل هو ناصح لهم لا يريد أن يكذب لأن النصراني أنا لا أقول مسيحي أنا لا أسميهم مسيحيين نحن أحقا نقول أن نحن محمديون ومع ذلك نحن مسلمون فإذا يعني هو صادق فيما ذهب إليه لأنه لا يريد أن يكذب على بني قومه لا يمكن للنصرانية أن تلقي مع الإسلام ولا يمكن لليهودية أن تقي مع الإسلام فهو محق في هذا أما المسلمون أو المنسوبون إلى الإسلام مع الأسف الشديد فإنهم رحبوا وفعلوا ما علمت وما نرى نعم طيب أيضا شيخنا بعض غير المسلمين مع رفضهم لهذا الدين أو هذه الدعوة للدين الإبراهيمي قالوا هي دعوة سياسية مغلفة بإغطاء ديني يعني ما الباعتها برأيك السياسي للدعوة لهذا الدين الباعث السياسي هو تدعيم هذا التطبيع بهذا الجانب الذي يرمي إلى التمكين لهؤلاء الناس في أذهان المسلمين وفي أوساطهم لأنهم يبحثون عن دعم غير الدعم المعتاد منذ عقود يبحثون عن دعم التمدد في هذا المحيط القريب منهم للحفاظ على مصالحهم ولأنهم يخططون لمستقبلهم ولأن هذا الدعم الذي يأتيهم من الغرب وأعظمه وأقواه الذي يأتيهم من أمريكا قد لا يستمر طويلا وهم يعلمون بأن هذا النمود الديمغرافي من حولهم سيذوبون فيه وإن كان المدى هذا طويلا فهم يخططون للمستقبل بالتمكين لدويلتهم في هذا المحيط ليترافق مع هذا التطبيع السياسي فهو داعم له ومقوّن له هذا واضح يعني لا يخفى على المتأمل الناظر نعم طيب شيخنا مدام هناك رفض كبير من قبل المسلمين علمائهم وعامتهم وهناك رفض كذلك كبير وواسع لهذه الدعوة للدين ما يسمى بالدين الإبراهيمي من أتباع الدينات الأخرى يعني ما الذي يعول عليه بروج الدعوة لهذا الدين وهم يعلمون سلفا أنه أو على الأقل حتى لو لم يكنوا يعلمون سلف هم علموا الآن أنه مرفوض من أتباع كافة الدينات إذن على ما يعولون يعولون على مرور الزمن ربما في أذهانهم أن الزمن جزء من الحل من داوى ما القرعة دخل كما يقول المثال عندنا الدوام يثق برخام فعلى أهل الحق أيضا أن يداوموا على الرفض وعلى الاستنكار وعلى ويقفون لهم بالمرصاد فلا يمكنون لهذه الفكرة بالعالم أن يحاصروها وأن يبذلوا قصارة جهدهم لاجتثاثها إذن هم يعني ربما خطوات كثيرة تبتدئوا بخطوة واحدة محاولة تجربة جس للنبض فعلى أهل الحق أيضا أن يقفوا بالمرصاد لهذه الدعوات الباطلة نعم نعم لكن شيخنا يعني هو كما ذكرتم ربما خطوات خطوة تعقوبة خطوات لكن على مدار السنين الماضية والعقود الماضية يعني على الرغم مما أنفقوه لمحاولة التطبيع مع إسرائيل يرون كيف يرفض الشارع الإسلامي والمسلم والعربي فكرة حتى التطبيع يعني رأينا مشاهد كثيرة وإن كان فيها نوع من الاختبار للمشاهد يأتي للمشاهد العربي والمسلم ويقول له أنا قناء إسرائيلية وأريد أن أجري لقاء معك فالمواطن العادي يرفض رفضا تاما على رغم من هذا الإنفاق الكبير وعلى رغم من هذا الأمر يعني ما رأيكم رأيي هو أنه لم يخسر شيئا من هذا الذي يحاوله فأي موقع قدم يكتسبه بالنسبة له هو ربح هذه نظرته نعم يكتسب موقع قدم في دولة وحتى وإن كان هناك رفض شعبي يعني هو يرى بأن هذا ربح له لكن نحن بعد التعويل على الله سبحانه وتعالى نعوّل على أمتنا وعلى معرفتها بدينها وعلى وعيها بالمخاطر المحدقة بها المحدقة بأرض الإسلام التي يحتلها هؤلاء اليهود بل الآن المحدقة بأرض الإسلام التي هي في أطرافها ومما حولها فنحن نعوّل على هذا بعض الله سبحانه وتعالى وهم يرون بأنهم يكسبون قدما يكسبون ودى دولة ودولتين أو ثلاثة أو أربعة فبالنسبة لهم مكسب ولم يخسروا شيئا فهم أهل تدبير فإن بغي أن نكون أعظم تدبير منهم نعم شيخنا هو بقي لي عدة بضعة أسئلة وبقي أقل من عشر دقائق إن شاء الله يعني أنتم ذكرتم طرفة من هذا الآن لمجابهة ومواجهة هذه الفكرة وهذه الدعوة لهذا الدين الإبراهيمي يعني نريد رسائل في دقيقتين لكل رسالة مثلا نوجهها بداية للواجب ما الواجب على الأمة وعامة الناس تجاهها مثل هذه الدعوات من مقاومة التطبيع من السلام لمثل هذه الدعوات للدين الإبراهيمي وهو كما ذكرتم مناقض للدين بل هو في رتبة المعلومة للدين بالضرورة أنه مناقض للدين يعني نريد منكم بداية رسالة لعامة الأمة في ما الذي يجب عليهم بأسلوب واضح تجاه هذه الدعوات أول واجب على المسلمين أن يعرفوا دينهم يعني لا ينبغي أن نلصق التهمة ويعني بغيرنا فقط ينبغي أن نحصنا أنفسنا حصانتنا الذاتية في جانب العقائد ضعيفة حصانتنا ضعيفة فينبغي أن نحصنا أنفسنا ينبغي أن نعرف ديننا ينبغي أن نعرف أقل شيء المعلوم من الدين بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة هو القدر المشترك هو الميثاق الذي يجمع المسلمين لأنهم لا يختلفون فيه وهذا الذي لا يختلف فيه المسلمون هو العقائد ومسألة الولاء والبراء مسألة مفصلية لا هوادة فيها لا تردد فيها وقد بينت الفرق بين محبتي لليهودي أو النصراني أو لغيره لأن لي به نسبا أو لأن لي به صلة تجارية أو مصلحة دنيوية وبين محبتي له لأجل دينه فهناك فيصل بين واضح بين هذا وهذا هذا قطب الرحاف المسألة هذا الرفض من الأمة لهذه الفكرة ينبغي أن يدعم بهذا الأمر وهو أن يعرف المؤمن دينه وأن يفرق بنا المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما أجمع عليه المسلمون ولم يخالف فيه أحد وبين الأمور الأخرى التي يقع فيها الخلاف والأخذ والرد والاجتهاد في مصالح الدنيا وفي علاقة المسلمي بغيره هذا قطب الرحاف المسألة الجانب الثاني الجانب الإعلامي الجانب الإعلامي عنده دور كبير الإعلامي المسلم ينبغي أن يكون واعيا بمهمته ينبغي أن يكون واعيا بمهمته وهو الذي يعرف الأساليب ويبتكر الطرق التي تؤثر على الجمهور يعني بدل أن يبتكر طرقا لينشر الرذيلة والفساد هذا هو المجال الذي يثاب عليه ويكون فيه مجاهدا في سبيل الله والوسائل الكثيرة ربما أنا لست مختصا في كيفية مثلا تفعيل وكيفية تطبيق الفكرة العامة التي أدندن حولها إنما يتولى ذلك المختصون من الإعلاميين ومن السياسيين ومن أهل العلم المختصين في مختلف المجالات فهؤلاء هم الذين يضعون الفكرة العامة موضع التطبيق ويفصلون مفرداتها نعم بارك الله فيكم نعم وواجب شيخنا الدعاة والعلماء في هذا الصدد يعني ما الذي يجب أن يفعله هل القروج الإعلامي مثلا يكفي هل بيانات الاستكار تكفي هل المحاضرات ما الذي يجب على الدعاة والعلماء فعله في مجابهة هذه الدعوة وأمثالها وكما ذكرتم قبل قليل شيخنا الأعداء عندهم طول نفس الحقيقة في بث باطلهم بينما أهل الحق ربما عندهم عجز كما عبر سيدنا عمر رضي الله تعالى وكما في كريم علمكم يعني جلد الفاجر وعز الثقة والله يا أخي أنا لست ممن يشجعون في مقاومة هذه الأمور بالأيام وبالذكريات وبهذا أنا أعتقد بأن هذا مما تضروه الرياح على الأهل الحق أن يكون عندهم مخطط مضروس مرتب يتجه إلى ما ذكرته وقد قلت لكم من قبل بأن معظم الناس مع الأسف إيمانهم مضطرب لا يعرفون من دينهم إلا القليل وقد قال ربنا سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا والمسلم إذا كان بهذه المثابة فإن هذه الهزات تؤثر فيه فعالنا أن نبحث عن الوسائل التي تحصن أفراد أمتنا إزاء هذه الدعوات ولا أحسب أن هذه هي الدعوة الأخيرة إلى الباطل هذه الفتن يرقق بعضها بعضا ويهون بعضها بعضا فعالنا أن يكون هذا في دروسنا في برامجنا ألنا أن ندخل مواد في دروسنا في برامجنا في خطبنا لنركز على هذه الأمور الهامة جدا ونضبط العلاقة بين المسلمين وبين غيره لأن معظم الناس لا يعرفون هذا والمسلمون الكثير منهم مفتونون بحضارة الغرب ومفتونون بتقدم الغرب وبعضهم يظن بأن هذا التقدم إنما أحرزه الغرب للتخلي عن الدين والعكس هو الصحيح وهو أننا تخلفنا لأننا تخلينا عن ديننا كما ينبغي أن نعرفه والدليل على ذلك هذه الحضارة التي عمرت قرونا وقامت في وقت قياسي بعد خمسين عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام منتشرا في معظم بقاع الأرض فإذن هذه مهمة طويلة وإن شاء الله تبارك وتعالى بالتخطيط لها وبتعميمها وبإدخالها في مواد إعلامية مواد تعليمية لا خصوص البيت الإبراهيمي بل عقائد مصفة عامة معرفة ربنا معرفة ديننا معرفة الأنبياء أركان الإيمان أركان الإسلام مسألة الولاء والبراء هذه مسائل مفردات العقائد ينبغي أن نركز عليها لأنها هي الحصن وهي الدرع التي نواجه به هذه الهجمة وهذا الذي رأيناه ليس إلا يعني مفردا من مفرداتها نسأل الله أن يقينا هذه المهالك وهذه الشروف أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ بن عنافية العابدين الداعية والفقيه والعالم الجزائري نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به وندعو الله سبحانه وتعالى لكم بالصحة والعافية ونرجو أن نلتقيكم مرة أخرى إن شاء الله في حلقات قادمة وكرر لكم الشكر فضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها المشاهدون الأفاضل أيضا على طيب متابعتكم ألتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم حتى باركم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة